موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله مشاهدين الكرام من هنا من ساحة مسجد الشيخ زايد طيب الله ثراه في إمارة الفجيرة نأتيكم طيلة شهر رمضان المبارك قبل موعد الإفطار في برنامجكم مدفع الإفطار لنأخذ جولة سريعة حول موضوع معين ثم نسأل الشباب الموجودين هنا وهذه دعوة لكل سكان الفجيرة إنهم يوننا وشاركون في برنامج مدفع الإفطار اليوم راح نتكلم عن العرق سوس أو نبات السوس هو عبارة عن نبات شجري معمر وهذا النبات اللي نحن نشوفه في مصر وسوريا وبلاد الشام بشكل عام وحتى في آسيا في آسيا الوسطى وفي أوروبا هذا المشروب ينتشر بشكل كبير في شعر رمضان المبارك بما له من فوائد كبيرة جدا للصاب من أن يخفف من العطش يساعد على حرق الدهون وغيرها من الفوائد الصحية الكبيرة اللي لا تعد ولا تحصى هذا المشروب له تقوص حتى في الشرب كيف ما نشوفه الشخص اللي يحمل خلف ظهره أنبوب كبير من ثم يصب للناس العرق سوس كما يقال في مصر وبلاد الشام هذه اللي نشوفه هذه العادة اللي متجرة في بلاد الشام وحتى في مصر يتناولونه في السحور وفي وجبة الفطور نرجع وشوف الشباب اللي موجودين معانا هنا ونبدأ نسألهم ناخذ جولة معاهم نتعرف عليك غزل ما أسمعت شو اسمت غزل غزل الله يا غزل اسمت شحلو شو يعني غزل اليوم صايمة ولا تعبانة شوية ولا نص صايمة نص نص صايمة زين يا غزل بسألت سؤال والسؤال هذا من القيادة العامة لشرطة الفجيرة صورة عادل ربع القرآن الكريم الكافرون الله صح صورة الكافرون ما شاء الله عليك تحية لغزل اللي جاوبت بسرعة حتى بدون خيارات تستلمين جائزتك من عند الشرط اللي موجود هناك تفضل يا غزل مبروك يا غزل نروح ونتعرف عليكم نتعرف عليك يا زيد ما اسمك شو اسمك يا زيد من وين يا زين لردن صف كم ثاني صف كم ثاني اي مدرسة اوارؤون اوارؤون كيف الصيام ياك اليوم صايم ولا نص صايم نص صايم نص صايم من متى ل متى صايم يعني اذا ما بعفك يعني كيف ما تعرف نبارح كنت صايم نبارح كنت صايم ماذا تعرف مشروب العرق سوس ما تشربها ليش انا بعطيك الجائزة بس وعد انك كنت تشربها اوكي عادي جائزة مقدمة من مركز هنوفر الطبي تفضل مبروك خلونا نتعرف اكثر مع الحضور اللي موجودين معانا ونتعرف عليك جانا من وين يا جانا فلسطين صف كم يا جانا ثاني اي مدرسة اوارؤون كل اليوم مدرسة اوارؤون موجودة معانا زين يا جانا كيف كان الصيام وياك نيح نص صايمة ولا صايمة يعني نص نص ولا صايمة كله يعني عارفين العرق سوس ولا هذه الوجبة اللي يشربونها منو يعرفها انا ازين انا قبل ان نتعرفنا على جانا شو حاب تقولين للناس او لأصدقائك واهلك اللي قاعد يشوفون قناة الفجير وقاعد يشوفون مدفع الفطار شو حاب تقولين لهم حين عليكم وعلينا بالصحة والسلامة والله يتقبل صيامكم وهذه جائزة من مروان عبانس للسيارات فضلي هذي جائزة من مروان عبانس للسيارات مقدمة من موران عبانس للسيارات في ناس قالوا لي يعرفون عن منو يعرف عن العرق سوس تعالي تعرف عليك اسمي زهراء شو تعرفين عن العرق سوس هو مور يعني نحن ننصح الناس تشربها الحين هيا ولا لا في ناس بيحبوه في بعض الناس ما بيحبوه انا ما اذا انت قلت مور يعني ينفى نحط عليه سكر ولا ما ينفع لا ليش بصير انا احب اشربها من الشخص اللي لما يكون حاملنا ورا ظهره ويصبها للناس تكون لذتها اجمل صح هاي بسوريا هاي بسوريا وحتى في مصر ونشوفها في بعض الاماك في دولة الامارات في الفعاليات الكبيرة شكرا على مشاركتك لكن شو حب توصلين رسالة للناس اللي قاعد يشوفون على قناة الفجيرة اهلك وناسك شو حب تواجهين لهم كل عامتوا بخير وينادى عليكم صحة وناثية شكرا لك وهذه رحلة سياحية قيمتها 1800 درهم لشخص بالغ طفلين ممكن تروحين تستمتعين في الرحلة السياحية اللي في الفجيرة شكرا لك وشكرا على مشاركتك وينا ما زلنا مستمرين معاكم مشاهدين الكرام ونتعرف عليك من وين يا غيث من سوريا صف كم اول اربعة اول اربعة انت حتى قلت لنا الشعبة يا غيث يا غيث شو صايم اليوم ولا نص 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 يعني من الصبح للظهر ولا من الظهر للمغرب من الظهر للعصر من الظهر للعصر رحت المدرسة اليوم ولا رحت وكيف كانت الأجواء في المدرسة؟ الحمد الله وهاي أختك شام تعرفنا على شام نحن برنامج كيف حالتش شام؟ طا منيحة؟ طوال أوكي يا شام صايمة ولا مش صايمة يا شام؟ اندرال شام حالتش شامو لازمنا مستمرين معاكم ونشكر صديق البرنامج اللي يساعدنا يتفضل أنت صديق البرنامج اللي دوما يساعدنا ويساعد الكل اللي موجود وورا وتساعدنا في تسليم الهدايا نتعرف عليك محمد محمد بسألك أنا السؤال وما بشوفك إذا بتعاف تجاوب عليه هي ولا لا بدون خيارات عام التسامح يحمل شعار عام التسامح في دولة الإمارات عام التسامح يحمل شعار وهذا الشعار هو شعار لشعار لشجرة معينة شو هي شجرة هذه شجرة الغاف صح هي شجرة الغاف صح عليك وجابة صحيحة وتسلم جائزتك من عند الشرطة اللي موجود هنا شكرا على مشاركتك وشكرا لأنك ساعتنا طول البرنامج أنا عندي الجوائز خلصت بس منو حاب يقول رسالة ولا حاب يسلم على أصدقائها هذه دعوة أن اللي ما يكسب اليوم يكسب باتشر وطيلة شهر رمضان المبارك إن شاء الله تعالى فهي دعوة أنكم تتيون فشكرا لحضوركم اليوم اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين اللهم يسر لنا أمورنا واغفر لنا ذنوبنا اللهم أرحم موتانا وموت المسلمين اللهم أحفظ بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بك آمنا وعليك توكلنا فاغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين خليكم موجودين نحن بعدنا ما ختمنا بعدنا ما ختمنا نحب نوجه رسالة بعد شو حابين توجهون اللي حاب يدعي دعوة معاي هنا منو حاب يدعي دعوة وياي منو حاب يدعي دعوة تفضلي معنا شو حاب تدعين تعالي تعالي قريب شو حاب تقولين دعوة هنا على الهوى الحين سكتي ما في أي دعوة حاب توجهينها حاب تقولينها على الهوى منو حاب يشاركنا بدعوة تفضلي ربنا قبل صيامنا وأشكر كل ما يحترمك آمين يا رب اللهم تقبل منا صيامنا يا رب العالمين وقيامنا وصالحة أعمالنا وفي أي دعوة حاب تقولها بعد ما حابين يقولون أي دعوة اللهم بك آمنا وعليك توكلنا يا رب العالمين تقبل منا يا رب العالمين واسر أمورنا في هدايا إضافية تعالي تعرف عليك من وين يا محمد صف كم ثالث أي مدرسة سنت ميري سنت ميري محمد نحن اليوم تكلمنا عن العرقسوس تعرفها مشروب العرقسوس ما أعرفها ولا جربتها ولا سمعت عنها ليش بس ما أعرف شو السبب اللي خليك ما تعرفها ولا مرة شفتها ولا مرة شفتها زي أن حاب تربح معنا جائزة كذا وجه تحية لللي يشوفونك على الهواء الحين كل عم تبخير رمضان كريم رمضان كريم وهذه هدية مقدمة من حديقة دولفيل دبي لثلاثة أشخاص تفضل وشكرا على مشاركتك ويانا وكل عام وانت طيب إن شاء الله اللهم تقبل منا يا رب العالمين صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورانا يا رب العالمين اللهم وفقنا على عبادتك يا رب العالمين اللهم من كان له أمني أو حاجة وفيها خير لك يا رب العالمين وخير لنفسه ودينه فيسره يره يا رب العالمين ولا تحرمه يا رب العالمين اللهم تقبل منا يا رب العالمين واغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين ويسر لنا اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين ويسر لنا أمورنا وتقبل الله صيامكم وفطورا شهيا ترجمة نانسي قنقر موتى المفطر ارمي ماتفلتا